طيب طالما أنه بيعمل هذا الشيء يعني إحنا بنتكلم عن عمل عن وظائف نعم يسوع المسيح وهو رئيس الكهنة هو كاهن عظيم إلى الأبد اجتاز السماوات شو عم بيعمل لأنا في السماوات يحملني نعم لكنه ليس يحملني فقط لكن رئيس الكهنة كمان في العهد القديم كان مطالب أن يترفق بالشعب يأخذ بيد الشعب في ظروفهم وأحوالهم عشان كده بالمناسبة اتنين إخوات اختارهم ربنا في قيادة الشعب اللي هما موسى وهارون مين اللي الرب اختاره في الاتنين عشان يكون رئيس كهنة ليس موسى لكن هارون اش معنى هارون لأن هارون عانى مع الشعب في الطين وفي العبودية في أرض مصر فالأمر التاني اللي بيعمله المسيح رئيس الكهنة لأجلنا كلمة حلوة قوي قوي قال عنه الكتاب أنه يرثي لضعفاتنا يرثي لضعفاتنا اسمح ليقرأ الآية اللي جات في عبرانين أربعة وعدد خمستاشر لما بيقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية يعني يرثي معناها يتعاطف يتعاطف تخيل رئيس الكهنة العظيم الرب يسوع المسيح بهاء مجدو ورسم الجوهر يتعاطف معايا ومعاك أيوة لدرجة أنه مرة من المرات لما كان هنا في الأرض له كل المجد ورح بيت مارثة ومريم وعرف أن أخوهم ميت ولقى مريم بتبكي ومارثة بتبكي الكتاب يقول لنا كلمة في منتهى الروعة بكى يسوع يتعاطف معانا في ظروفنا قال حتى كده الكتاب يقدر أن يعين المجربين عجبني أوي واحد اسمه جوزيف سكارفين دايما بحكي عنه الرجل الخادم الجميل اللي فقد عروسه يوم الزفاف عندما غارقت في البحر وفشلت كل المحاولات في تعزيته وهو قال كده إلى أن زارني رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح وكتب الترنيمة المشهورة الكل بيرنم بيها يا ترى أي صديق مثل فادين الحبيب هل صديق كيسوع قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين فرئيس الكهنة مش بس قاعد في السماء يعمل وظيفة فوق لكن كمان قلبه معانا يرثي لضعفاتنا بيتعاطف بيرثي مع المتألمين وبنفس الوقت يعين المجربين ويهدي الخطات الضالين صحيح يعين المجربين يرثي فيها نوع من التعاطف sympathize والشفقة لكن يعين يمد إيد المعونة يعين أيوة لما بولس وقف يتحاكم وملأش حد حواليه قال الرب وقف معي وقواني فأنقسته من فم الأسد يا بختنا ويا هنانا برئيس الكهنة عشان كده بشجع كل واحد النهاردة ييجي للمسيح يتمتع به مخلص ويستمتع به رئيس الكهنة يعني بيقول الكتاب عن يسوع تجرب في كل شيء مع هذا الخطيئة مجربا في كل شيء يقدر أن يعين المجربين الهجتاز نعم في التقلم اتعاطف أخذ جسم بشريتنا تقلم فبيعرفنا حافظنا يعني اشترك فينا ومعنا اشترك في اللحم والدم ففاهمنا خابزنا وعجلنا يعني فاهم كل شيء فبقول أنا كنت يعني أنا بعرف الظرف اللي اللي معاك وهذه قوة يعني يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة